اول حاجة عندنا في خلبيش في مباراة الاهلي والبنك الاهلي واللي انتهت طبعا بفوص صعب جدا للنادي الاهلي سيد عبد الحفيز المدير الكورة ساب دكة البودلاء وقام للوقوف على الخط الاعتراض على الحكم محمود عشور وانفعل بشدة جدا بسبب عدم احتسابه خطأ لصالح الاهلي في احدى الكورات من وجهة نظره يعني مش حابين نقول يا كابتن سيد ايه ده شوي انا عارف ان دي حاجات بتبقى انفعالات بتحصل والكلام ده لكن مش بالصورة دي وكمان مش حابين ان انت تتعرض لكرتة احمر او حاجة وانت مدير كورة كبير وتدير نادي كبير فنرجو مزيد من الهدوء يا بوكباتنا طيب الخرباشة التانية من مباراة ام بي والمقاولون العرب ام بي والمقاولون العرب ام بي والمقاولون العرب واللي فاز طبعا فيها ام بي تلاتة اتنين البلعوطي حارس ام بي خرج لسانه لاحد لعيب المقاولون العرب بعد التصديه لاحدة الكورات حركات بقى جوان دي حركات حراس مرم يعني بيبقى دائما عندهم كده حتة لذيذة كده يحبوا ينوشوا بيها المهاجمين والكلام ده كله فيما اتعلق بالصيد الكاميرا اول حاجة عندنا منبارات الاتحاد سكنداري وفيوتشر واللي انتهت بفوز الاتحاد السكنداري على فيوتشر تلاتة اتنين عبد المنصف حارس مرمى اتحاد سكنداري بيقول لأحد زملاء اثناء رفع احد الضربات الركنية لصالح نادي فيوتشر ركز في اللي انت فيه وطلع ده بصوت عالي قوي لو الصوت معانا خدوه طيب اخيرا مباراة طلاق على الجيش ونادي الزمالك واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين نظيفين اللاعب الرائع احمد سيد زيزو كان حريص على مصفحة محمد بسام حارس مرمى الطلاقع بعد احتفاله بالهدف الاول اللي احرزه الزمالك من ضربة جزاء تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر